السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفة جديدة ان شاء الله فيديو جديد كيجمعني معكم دائما على قناة ورصفات سعيدة ومجنات ان شاء الله هكت قسمت معكم واحد الغذية واللي بسيطة واحد جاج مشوية فرن يعني نصف جاجة مشوية في الفرن مع البطاطا فرشت لهك شوية البطاطا والبصلة ودخلتها شوية الفرن مرافقة مع واحد الصلاة هكت قدرت بواحد خلطة اللي زوينة كيجي دكت جاجة هشيش والديد إلا جربتها ما تقوش تستغنوا عليها لاعجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش توصلوا الاكبر عد ممكن من لايكات وكذلك بطاطا جيو في مواقع التواصل الاجتماعي مع الحباب مع الصحاب باش تعموا الفائدة واللي بقي ما تشاركش في القناة اول مرة غايزورها ما ينساش الضغط على ابني مع تفعيل جرس باش وصلكم من عندي كل جديد وندوزوا على بركتي الله الوصفة ديال اليوم في البداية ان شاء الله غنحتاجوا هنا يا واحد نصف جاجة هاد نصف جاجة اللي غسلتها بطبيعة الحال يعني بالحامض هاكو في اللحة دات فاكوشي يعني في اللحات باش ندخل هاديك الخلطة اللي دبت كيف قلت ليكم اليوم ان شاء الله غنديوا جاج مشوي في فران بالمايونيز هاد المايونيز يعني اه دبتوا في الدار يعني راكت شافكتوا معاكم بواحد يعني مكونات اللي بسيطة كي يجيزوين فاستغليت قلت فالي ملا اني نديروا هاكا بجاج مشوي في الفران يعني كيعطي واحد الفتاوة وكيجي واحد جاج ليزويني اللي جاربتوا نتقوش تستغنى وعليه كناخد هنا يا هاداك المايونيز اللي دبت انا هنا دبتوا منكه بالنكهة ديال التوم مع المعدنوس كنضيف الاول هنا يا المايونيز في واحد هكار واحد زليفة ونضيف عليه هنا الحار الحار كيبقى ختياري غيه هو كيعطيه اللون كيعطيه كدليك واحد منك هزوينه كيتماشى معاه كيف قلت لكم الحار كيبقى هالحصر الضوغ ديال كل واحد دوتنا واحد الملعقة كبيرة ملو امن الحار وهنا غنضوز نعصاه واحد نصف حامضة على ذاك الخاليط يعني الحامض مع هاد المكونات كاملة كيتوتى مع الجاج كيعطيه يعني كيف تيلية وكيعطي واحد للدزوينه وخلاص يعني هالك كلها بقتوب واحد يعني ساعتين قبل يعني كيعطيكم واحد الماداق احسن هنا كندوز كنحك كنزيد هنا نحك واحد درس كبير فص ديال التوم لانا اصلا المايونيز انا خدمتها بالنكهة ديال التومة فهنا غيضفت التعزيز انكها ضفت واحد درس اخر وهنا يعني المكوه اللي كنضيفه على هاد المايونيز وهو الزعتار يعني الزعتار كاز عارفو كيتماشى كيتوتى زوين هكا مع المايونيز وكذلك مع ماداق الجاج كيعطيه واحد الماداق اللي زوين لكم الاختيار تومة في هاد الاحشام مونسيما وممكن تكتافي وغير ماداق التوم والمعدنوس هنا درت الملح الكافي اللي غنتبل بها هاد الخلطة ديالي صافيك نخلط عادي صافيك نقنحرك فهديك الخلطة اللي درت لكم تومة الاختيار تضيفوا اي توابيل اخرى كتبغيوا انا هنا درت اضفت الفلفل احمر كنخلط منها كيعطي اللون كيعطي كذلك الماداق صافيك نخلط ممكن تضيفوا المعدنوس ايضان ممكن اللي بغير يديروا بنكهة اللي يزير يديروا غير يزعتار يعني تماشى مع هزوين جربتو انا بزعتار يعني جاني زوين صافيه هنا بعد ما كنت فلحت هاد نصف الجاجة ديالي باش تشغب لي هذيك الخلطة اللي درت كندوز هنا نعمرها كنحشيها مزيان بهذا الخلطة اللي درت من جيد السدار كذلك فلحت هذك الفخيض يعني كيعطيها واحد لها شاشة زوينة هاد الخلطة ديال المايونيز كيجيكم داك الجاج فتي بزاف يعني انا الضباش هاك يعني دابت لي هذيك نصف الجاجة اللي دابت يعني ما بقتش بيني يعني جاد دايبة دايبة بزاف وزوينة يعني هاكو كيجي لديد ويعني في واحد الماداق لي هاك النوع على المعتاد صافيك نخليها كيف قلت ليكم كل ما خليتوه ترقت شارب ليكم هذيك الخلطة كيجيكم احسن انا هنا خليتو تقيب نغي واحد الساعة وغندوز هنا ان شاء الله باش نكمل باقي الوصفة هنا اختاريت كخضر اللي غنفرش لها الدجاج بطاطا وبصيلة ليكم الاختيار ديول الخضر اللي عندكم كذلك ممكن تفرشوا لي هاكو الشفلور كيجي معه تروزوين ممكن ديول خلطة هاكو ديال الفلافل ملونين مع البصلة يعني ليكم الاختيار ممكن ديرو غيبو حدوها كم شوي انا هنا درت بطاطا والبصلة يعني هما الكلاسيكين اللي كيبروهم لوليدات وكيبروهم كل شي سافور الشيتوم هنا بشوية اللي بزار يعني هاكو تبلوم عادي برغم انه غي يعني غيقطع عليهم هذيك الماداق هذي للتجاج غيجوتهم ملداد ومنكين يعني ذيك البطايتة كتجي تحت من تجاج يعني كتجيزوينة كتشرب لي هذيك الماداق الخلطة اللي درت للتجاج هنضفت كذلك كفلفل احمر وندوز نحك شوية الزعتر اللي بقالية سافي بعد ما رشيدك شوية الزعتر كيف قلت لكم يعني ممكن تنكهمتوا ما باش ما بغيتوا ممكن تكتافي وغيب خلطة المايونيز فقط غي الزعتر يلضفتوا يعني اضافة جديدة هاكو كيعتكن ماداق مغير نوعو هكا في اطباقنا يعني دائما تجاج كيمشي هكا مرقا ولا شي حاجة هاكو الوصافات كيبغيبو هكو الاطفال وحتى احنا النيت كان نهرسوا هذيك روتي المعتاد هنا يغنوز نزير ه داكا الانية اللي غندخل الفران المول ديالي دبتلي لتحتو حط بابي كويسو عودتو بابي اليمينيوم باش داك البخاري عود يهبط على الدجاج يعني ورطوا بليها بسرعة ومي يبش وكذلك البطاطا جيني هكا دايبا وزوينا صافي غندخل الفران على حسب كل واحد كيفاش كي يطيب في الفران ديالو انا هنا كمرافقة بغيت غير نشارك معكم هكا سلطة عادية خديتغي هكو اللي باط اللي عادي لكم اختيارتها واي اللي اللي باط عندكم سافروا بحكم انني عندي كيمية من المايونيز صيبتها يعني قلت نستغل لندير كذلك سلطة عادية يعني سلطة يومية المعتادة سافي سلقت لبط بشوية الملحة وشوية السيتس اقطرتهم خليتهم حتى برضو دس خلطتم هنا بشوية المايونيز اللي كان عندي عصرت عليهم هنا شوية الحامض ونضيف عليهم هنا شوية الدرق يعني كون سيرفي المعلبة الماييس سافروا نضيف عليهم هنا شوية الدرق علبة ديال الطون سافروا نخلط يعني هكا كا مرافقة لهالطبق ديالنا ودس هنا ياخديتها هادي واحد المول هكا ندريسي في هاداك اللي باط ديالنا فرشت لغي شوية البابة تايك تسلقتها سافي هكا غير ديكوراسيو عادية بحقا يعني تفتح لنا هكا الشاهية وتفتح لنا النفس نناكله يعني اه طبق بسيط رافقته هكا بخضيرة باش ننوعه كذلك والاطفال ديالنا اه يعني ياكلو يعني العين كما كنا نعرفوك اتاكلها هكا قبل كش يعني صافي زوقتها عادي بشوي الطون بشوي الماييونيز هاديك شليدة ديالي ودس هنا يخرج هاداك المول من الفران كشفتوا هديك الدجاجة يعني راها يعني طابت لواحد تراجة متتصورواش واحد الريحة طالعة ديال الزعتار يعني ديبة مزيان وطيبة على خاطرها يعني السغر قتليت قريبا انا بحكم الفران ديالدو يعني راه دغي كي طيب وكذلك حتى ديال يطيبون زيال لكن خليولي غال وقت كافي وزمتو عليه سافي من اللي شوفوا يعني الفخيض يعني طاب واحد تراجة زوينة يعني باش نوريكم يعني وقدت واحد الوين مدهنت هنا بشي حاجة غي من اللي شفت انا هاداك هاداك المارا اقتلق سافي عريض على هاداك الاليمينيوم يعني طلقت لي هاداك اللاصوس ومدرت حتي ولا قطرت الماء هادا غيل ما ديال الخوضار مع ديال الدجاج مع ديال البصيلة يعني واحد المارا دقلي فيه زوين رائع يعني طاني ذاك اللاصوس هكذا ما جانيش ناشف هادا هو الدور ديال البصيلة اللي فرشت التحت مع البطيطة هاكو كنا رافقها مع داك الفخيض ديال الدجاج يعني صدقوني كتجي واحد للوجبة اللي زوينة ومغيرة ويعني وفي نفس واق صحي مشوي ما فيش يعني الدهون بزاف مدرنا فيه لزي ثلاثيش حاجة طيبنا غي بالمايونيز يعني كتافينا المايونيز هو في الدهون كتافينا به ومع داك الزعتر هاكو ما غير دورنا متاشي حاجة كانت من نيار بالوصفة ديال اليوم تكون نالت اعجابكم يعني كنت وف فقط في الشرح ديالها وانتمنوا انكم تجربوها لعجبتكم ما تنسونيش مني لايب كذلك منشرك في القناة لاول مرة غيشترك وكذلك تفعيل جرس باش وصلكم من عندي كل جديد والى اللقاء